أعلنت شيخ حور بن سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون اليوم عن تأسيس قسم جديد لفنون الأداء تحت إشراف طارق أبو الفتوحة الذي سيشغل منصب مدير فنون الأداء وقيم أول في المؤسسة وسيشرف هذا القسم على تنظيم مجموعة متنوعة من البرامج الموسمية التي تشمل تقديم عروض للأداء وتكليف الفنانين بإنتاج عروض جديدة والتعاون مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية في إنتاجات فنية مشتركة وتوفير فرص لتجوال المشروعات الفنية في شوارع وصاحات ومواقع غير تقليدية في مختلف أنحاء المدينة وتهدف برامج قسم فنون الأداء إلى خلق مساحات للتفاعل تقوم على تأسيس صلاة بين المشروعات الفنية ومختلف الأماكن والمجتمعات بحيث تكون مدينة الشارقة جزءا محوريا في الإبداع الفني وأكدت شيخ حور القاسمي أنه لطالما شكلت فنون الأداء جزءا لا يتجزأ من برامج المؤسسة لما تحمله من قدرة على خلق تجارب عميقة وبناء الصلاة بين الإبداع الفني والمجتمعات المحلية والعالمية